شايفين هاي النبتة من أجمل النباتات الداخلية بإلها ثلاث أسماء السنسفيرة أو جلد النمر أو لسان الحمو انتم ببلدانكم شنو تسمونها؟ إذا بدنا نزرع هاي النبتة هاي النبتة تتكاثر من خلال طريقتين من خلال الأوراق ومن خلال الخلف من خلال هذا الفيديو رح أشرح طريقة زراعتها من خلال الأوراق وإن شاء الله بحلقة قادمة رح أشرح طريقة زراعتها من خلال الخلف إذا بدنا نزرع هاي النبتة من خلال الأوراق يفضل ناخذ الأوراق من النبتة اللي موجودة عندنا أو عند أحد من أصدقاننا أو جيراننا وإذا ما لقينا نقدر نروح على المشتل وناخذ أحد الأوراق من أحد النباتات يكون طول الورقة أو الأوراق من 10 إلى 20 سنط تقريبا ونزرع بسطل صغير يكون ارتفاعه 10 أو 20 أو 25 حد أقصى وبكل سطل بإمكانه نزرع 3 أو 4 أوراق أو ورقة واحدة وبعد ما نزرع الأوراق لازم نسق الأوراق مرة وحدة بشكل جيد وبعدين كل أسبوع نسق الأوراق مرة وحدة ويفضل نغطي السطل اللي زرعنا بيه الأوراق بقنينة بلاستيك حتى التربة تكسب حرارة ورطوبة والأوراق يصير فيهن جذور بأسرع وقت ممكن بهاي المرحلة ما لازم نكثر من السقاية نهائيا فقط بالأسبوع مرة وحدة أو مرتين لأنه كترة الري للأوراق يؤدي إلى عفونتهم خاصة الأوراق ما يكون فيهن جذور وبعد مرور شهر ونص تقريبا الأوراق رح يصير فيهن جذور ورح يعطننا خلف هاي الخلف رح تخلف النبتة مثل ما تخلف نبتة الأولوفيرا أو مثل ما تبيض نبتة البطاطا نقدر نفصل هاي الخلف عن النبتة الأم ونزرع كل نبتة بسطل لحال أو كل نباتين بسطل لحال وبعد مرور ثلاثة شهور تقريبا هاي النبتة بدها تتكاثر وبدها تبيض نباتات بأكبر عدد ممكن وكل فترة بإمكانك تفرغ هذن النباتات عن بعضا أو تفصلها عن بعضا وتزرع كل نبتة بسطل لحال وخلال سنة رح يصير عندك مئات النباتات وبالنسبة اللي يسأل عن مواعيد الزراعة نقدر نزرع هاي النبتة من خلال الأوراق متى ما حبينا بالربيع أو بالخريف أو بالشتاء أو بجميع فصول السنة هاي النبتة لازم نحطها بالداخل تحت الإضاءة يعني ما لازم نحطها بالداخل بدون إضاءة لأن الأوراق بدأت تذبل وما تتحمل هذا الجو المظلم أو بإمكاننا نحطها على البلكون أو أمام المنزل وهاي النبتة تتحمل أقصى درجات العطش يعني بالشتاء نسقيها كل ثلث أسابيع مرة وبالصيف كل أسبوعين تقريبا مرة ما نكثر من السقايا نهائيا لأنه هاي النبتة من النباتات العصارية هاي أهم المعلومات حول زراعة نبتة السنسفيرة كان معاكم أخوكم مروان منصور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته